السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنيلي VLM 200 الموتسيكل ده اكتر موتسيكل تسألت عليه الفترة اللي فاتت سعره مواصفاته نازل تاني ولا لا طب لو هينزل ايه التحديثات و ايه الالوان النهاردة ان شاء الله هنتعرف على كل حاجة عن بنيلي VLM 200 سيسيه زي ما حدرك شايف ده الالوان احمر اسود في السلفر ازرق ولموني الوان مميزة ولكن هل فيه تحديثات عن الاصدار اللي فات ولا نازلة زي القديم لا هو تقريبا نفس الاصدار اللي فات بالظبط مش اللي هو الليميتد القديم لا اللي فات اللي هو بستم واحد سلندر واحد اتنين صباب المطور على السياح مش على كاتينة ومرش ومنافلة طبعا المساعد الامام المقلوب اثنين مساعد خلفي نفس الاصدار بالظبط بامكانياته هو الاختلاف ممكن تلاقي الشكل الالوان طبعا السعر النهاردة تقريبا ممكن ستة عشرين ستة عشرين خمسمية حسب طبعا كل تاجر مكانه وبعده الناس اللي شغالها معها الكلام الكلام اللي بنقوله دايما باستمرار طبعا تقريبا اي حاجه محتاج تعرفه عن مواصفات الموتساكل في فيديو مخصوص لي على نفس القناة عشان بس ما نعيش الكلام تاني هو نفس الوزن بالطول بالعرض بالارتفاع بالسرعة بالحمولة القصوى بامكانات المحرك بكل شيء هو كل اللي هنزوده الموتساكل وطريقة التالية ازاي تقدر تحافظ عليه اطول فترة ممكنة الموتساكل ازا ما حراك شايف كخامة وبرند وستايل حاجة كويسة جدا حاجة بتاعت شغل طيب احافظ عليه ازاي اول حاجة ودايما بنقولها الزيت نوعية الزيت جودة الزيت مع التغيير الزيت تمام؟ يبقى لازم تهتم بدا كله اتنين فترة حضانة الموتساكل اللي هي فترة التاليين وده اهم فترة في عمر المحرك او في الموتساكل كله وعلى فكرة في اي محركات حتى العربيات فترة التاليين دي اهم فترة للمحرك نفسه عشان تضمنه كفاءة وجودة ونعمة صوت اطول فترة ممكنة بكفاءة عليه تمام؟ يبقى هتلين زي ما احنا قلنا في فيديو التاليين طب الين ازاي؟ باقتصار اول حاجة هتلين على الواقف يومين او ثلاثة هتغير فوم غير زيت بعد كده هتمشي الف لألف وخمسمائة كيلو تغير فوم ثلاث غيرات زيت السرعة متزيدش عن ستين خمسة وستين سبعين بالكتر قوي متحملش على المحرك متقرصش عليه سيبك من الناس اللي تقولك هسن الموتسيكل ان انا ازود اعلى ار بي ام ممكن واعلى سرعة ممكنة اجيب نهاية بقرة البنزين ده مسن الموتسيكل طب هل ده هيدر؟ طبعا هيدر هندسيا ومكانيكيا وعقلاني وكل حاجة هيدر معاك المطور والمحرك تمام؟ والموتسيكل كله فاسيبك من اي حد هيقولك او هيتفلسف ويقولك انا بفهم اكتر من الشركة المصنعة تمام؟ احيانا انت ممكن تعدل لكن تعديل مقبول لكن موضوع الكلام ده ده مش مقبول تمام؟ طيب يبقى انا كده هلين وبعد فترة التاليين هتبدأ تشتغل اللي هي السرعة القصوة وتشتغل على الكتالوج الكلام اللي احنا قلناه في الفيديو بتاع المواصفات كده طبعا هتهتم بالصيانات دورية اللي هي كل عشر طلاف كيلو وكل خمسة وكل عشرين اللي هي بنقول تقريبا هتبقى كل ستة شهور معاك هتهتم بزيت الباكم الفرامل تيال الفرامل الكلام ده كله ضغط الهوى في الكاوتش كل ده هيزبط معاك نوعية البنزين اللي هتحطاه تمام؟ كل ده هيفرق معاك كتير جدا جدا في العمر الافتراضي للمعدة اللي انتركبه طبعا ده معلومات لازم تحطها في دماغك وما تسمعش مع انا اسف ما تسمعش كلام حد تاني يقولك خلاف الكلام ده كلام ده كلام المصنع نفسه تمام؟ ازاي تحافظ على الموتسيكل وطبعا يستحسن لو الموتسيكل ما يتشحطش يعني رجلة واحدة تركبه هتبقى الغيارات متعودة على ستايل واحد او يعني سيستم واحد في السواقة السرعة طريقة النقل طريقة التزويد طريقة كل حاجة طبعا ده برضه على فكرة حتى الكلام ده مكتوف في الكتالوج تمام؟ فده لازم تاخد بالك او تكمله في اعتوار التكامل ت goo طيب انا هشتري من معرض انت هرحت تشتري من معرض صح؟ هتروح تشتري الموتسيكل هتحطه على او عربية لjadi ان تصل طيب مفيش معي امكانيات ان اتجيبه عربية من المعرض حيت هتدور مرتين ثلاثة اربعة قدام المعرض هتغير فيهم غير زيت وبعد كده تمشي السرعة نفس زي ما انا قلت بالزبط واول ما توصل هتغير زيت ليه لانت دلوقتي قرصت طب ينفى علينا على الواقف بعد ما لا ينتعى الماشي لا طبعا لان الارب ام على وده احنا يعني ايه خلاص هو الطفل خلاص كان لرزه ومعليش وخضار والكلام ده ما ينفعش اروح اقول له ارضع تاني لأ هو خلاص عدى مرحلة الرضاعة طمام فهذا تقريبا كل شيء عن بينيلي في الام 200 سي سي الاصدار الجديد ده اللون الكحلي انا عندي اسود كحلي في سيلفر احمر ازرق كل شيء بالتفصيل تبريد الزيت هو هو نفس المحرك ولكن على السياق طبعا لسهولة الصيانة وهيبقى معاك سهل في التعامل ده ما نقول لحتى ديه مرش ومنافلة الناس اللي كانت تشتكي من المرش بس الوقت عندها عندك مرش زائد منافلة عشان السهولة تبريد هوا زائد تبريد زيت سربانتين الزيت برضه عشان لو هتسافر مسافات طويلة والكلام ده التبريد افضل طبعا بكتير الدواسات وكل شيء مثبت في الشاسي زي ما تعودنا في الاصدار اللي فات اول اللي قابله ده طبعا ميزة كبيرة جدا مطباط الكلام ده انت مدش خايف على اواعد المحرك ان يتتكسر او تتقطم او يحصل فاقي مشكلة الدواس الخلفية نفس الموضوع كاربراتير وفتحة شكمان واحدة ده كده كل شيء باختصار طبعا فرامبق الباكم امامي وخلفي الجنطة امامي وخلفي مقاس 17 ده كده كل شيء باختصار او بالتفصيل عن كيفية التعامل مع بنيل في الم 200 سي سي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما انساش صلى الله عليه وسلم واشتراك في القناة وتفعيل زر جلس لشان وصلاة كل جديد الاعجاب والتعليق دعم لنا عشان نستمر واي سؤال او استثار تحت اي فيديو اي متساكل محتاج له اي حاجة تحت افتاليات دمتم في امان الله وكل صحوان طيبين وبس يعني اوعد زعل حد منك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله بسم الله بسم الله الله شكرا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء